ذكرت لك قبل قليل أنه ليس كل منطقة هي كلها متساوية في موضوع كثرة النزاعات العشائرية سيدة لواء عذرني أنا أريد أقول منه أكثر محافظة بها سلاح عشائر هل نقدر نقول هل الوزارة الداخلية عندها معلومة تقول البصرة أكثر من العمارة كربلة أكثر من بابل هذا الداسة الكم يعني هو لا يمكن حصر عدد القطع السلاح الموجودة يعني لا يمكن من خلال لا بحث علمي ولا مسح ميداني والسبب بسيط أنه لا يمكن لأي شخص أن يصرح ما يمتلك من سلاح خارج إطار الدولة والقانون ولذلك هذا الموضوع ما أعتقد يكون دقيق إذا ما واحد يذكره لكن هي في المناطق عادة التي تكثر بها هذه النزاعات وذكرتها إلى حضرتك بعض مناطق محافظة ديالة وبعض مناطق محافظة ميسان والبصرة وبعض مناطق بغداد هذه أكثر المناطق التي تحصل فيها عادة النزاعات العشائرية لذلك التركيز للقوات الأمنية وليقوات النخبة كانت واجباتها في هذه المناطق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر